اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتقول تعليق المحترم المهزب الجميل وتقول لي اول يوم في رمضان عندك في بلدك امتى وتقول لي هتفطر الساعة كام وهتفطر ايه نشترك مع بعض حتى لو كنت متغرب في بلد اخر فانت اتفطر في هذا البلد قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وشير القناة على قد ما تقدر عشان نجيب مشاهدات ولايكات وحاجات حلوة ومهلبيات ورمضانكم كريم كل سنوان طيبين ويلا بينا صباحكم عسل سائل فل احلى شباب واجدع رجالة في الكون لسه نازل من البيت دلوقتي ورايح السوبر ماركت بتاع اللي هو نيتو نهاردة السبت كل سنوان طيبين بمناسبة رمضان خلاص هم قالوا هنا في المانيا ان رمضان يوم حداشر ان شاء الله بازن الله هيبقى اول يوم رمضان المهم يا جماعة هنروح سوا نتمشى وبقالي كتير ما عملتش فيديوهات في الليل وخصوصا هنا اول مرة اعمل فيديو بالليل غير مرة عملت شورتز كان عشان اه ايه ناقص او اه كنت عاوز اعرفكم الايه بصوا المكان اللي انا بقعد فيه اه هنا المكان ده جميل اوي وبقعد طبعا في الحديقة الكبيرة كل المنطقة تقريبا حضائق ويه البيت اهو ماشي المهم اه كنت بجيب ايه كنت بعرفكم اه السوبر ماركت والاسعار اه بين السوبر ماركت وكان ناقص شوات حاجات في البيت والمام جبناهم والحمد لله ويه انا رايح دلوقتي على السوبر ماركت ده قلت اقدردش معاكم تشوفوا برضو الاجواء بالليل ويه تتبسطوا معانا وانا بتمشى معاكم هم القصد انا ناقصني اه في البيت ناقصني ايه اه اه معايا ورقة بالطلبات هنجيبها والله المستعان جبت شاي اللي هو الروسي اللي انا بشربه دوا جبت اه تقريبا اه اتنين كيلو لانه كان عاملين عليه عرض فقلت فرصة وجبت اربع عبوات تقريبا مش هما مش اتنين كيلو بالزبط لا هما ربعمائة وخمسين جرام الواحد يعني قول اتنين كيلو يا عاما مفرقتش المتين جرام دول المهم اقول لكم ايه اشعاري ما اقول لكم ايه انا عاوزكم انتو كمان تستبتع وانا بدردش معاكم بحاول ان انا بدردش معاكم كمان خلاص اه احنا وصلنا تقريبا اللي هو نيتو يعني انا اخترت طريق اطول شوية عشان ندردش وتتشوفوا المنطقة كويس وتتبسطوا معانا شايفين شايفين العماير كلها عماير ما شاء الله ومنطقة جميلة اوي 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 باشكر كل الناس اللي هي اه قالتلي الف مبروح باشكرهم والله من قلبي لان فعلا والله الواحد يعني اقول لك ايه والله انا ما كنت تعبان ولا حاجة لان انا كنت ساكن في بيت برضو فمن هنا الهنا انت بتزبط نفسك بتدور وبتسعى لنفسك على بيت كويس يكون خاص بيك وانت بتدور وكل الناس هنا بتيجي اول ما بتيجي بسكنوك فهايم وبعد كده انت بتنطلق بتقعد تبحس وتدور وده يقول لك لأ وتروح لشركات وموضوع اللي هو ان انت تلاقي بيت ده ما بتمشيش في الشارع زي ما قلتلكو قبل كده فتقول لواحد ما فيش بيت جنبكو هنا ولا بتعلق ما فيش الكلام ده هنا في شركات او سمصر عرب او اتراك ايهم يعني المهم انا ممكن نمشي من هنا نعدي من هنا نقطع الطريق وخلاص انا تقريبا وصلت يعني المهم يا شباب كل سنة وانطهبين ورمضان كريم وقولولي المغرب بيدن عندكم في كل واحد يقول في بلده وفي تعليق اا واكون شاكر لكم يعني يعني من باب الدردشة مع بعضينا وانقرب المسافات حتى اعرب بلدكم او البلاد اللي انتو عايشين فيها مش شرط يعني انت ممكن تكون مصري وعايش في اي بلد تاني فشاركنا الرأي ان انت هتفتر امتى والساعة كام والصيام عندك هيبدأ امتى هل هو يوم عشرة ولا يوم حداشرة انا ما عرفش بصراحة في الدول الاخرى في دول هتصوم يوم عشرة ولا لا ولكن غالبا دايما بتلاقي السعودية بتصوم قبلنا بيوم يعني دي حصلت كتير قوي شفتوا بقى دي ايه هدوء المنطقة عاملة ازاي هادية جدا وفي اعدادة هي شايفينها بس طبعا الدنيا ضلمة انا بحاول ايه اصلا لكم واحنا ماشيين بصوا جمال شايفين حاجة اخر جمال والله منطقة روعة 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 بصوا الحديقة ايه شايفين ما شاء الله وهنا كمان ايه يعني المنطقة كلها اخر هدوء والناس بتقفل على نفسها وقعدة في بيوتها وسلام عليكم الصبح الجو بيبقى شمس بيبقى في سنة برودة خفيفة كده بس بالليل بيبرد بتحتاج ان انت تلبس جاكتي زي كده مثلا كده طبعا الدنيا ضلمة انتم شايفوني فخلينا النيحة تانية احسن بس هادي السوبر ماركت اوم ظهر ان اه انا عاوز اقول لكم انا محتاج ايه انا النهاردة جبت بقدونس كان في رش او والله وكان جميل وجبت طماطم جميلة صراحة اجمل حاجة في البلد دي الخضار والفاكهة يعني كل حاجة موجودة حتى حاجات كنت مبلقاش في اوكرانيا واحيانا في مصر برضو بلاقيها هنا يعني انا افتكر حد ما عارفك كان محتاج الافوكاتو وقعدنا ندور عليه في مصر كان بتباع في شامبليون وروحنا والراجل قال لنا كمان اسبوع ده الحد كان مريض بالراك بعيد عن نوكم يعني المهم لكن هنا تخش السوبر ماركت تلاقيه مرمي فما فيش مشاكل يعني بالنسبة للحاجات دي وحاجات الفاكهة تاني هبقى وريكم بعض الاشياء هنا في المانيا الفاكهة الطبيعية اللي موجودة عندنا على فكرة يعني فيش تجويد خالص يعني المهم في حاجة كده بتاعها كده مقلزة كده هو كده هو اا مش عايف اسمها ايه لونها فوشة كده اه والله دقتها مرة ما استطعمتاش بتاع غبية كده القصد خلينا اخش اللي هو السوبر ماركت وبعد كده اشتري الحاجة عشان انا عاوز ايه وعاوز حاجاته لما اخرج ايه هقول لكم ايه وطبعا عصير اكيد يعني وهي دي السوبر ماركت اوه موضوع بسيط على فكرة السوبر ماركت كبير اوت صراحة الفاكهة مقلتهاش اللي انا قلت لكم عليها لكن لقيت دي ستفان دي اللي هو البرتقاني كجامي يعني مش زي ده بصوا اللون فرق بينهم بصوا ده موجود عندنا في ديواننا العربية حتى فيه ببتيخ دلوقتي في الشتاء يعني برتقال فيه حاجات كتير بس طبعا احنا جايين متأخرين حاجات كتير اقول خلصة يعني زي ما انتم شايفين كده يعني لما بيلاقوا حاجة اه بطاطس نوع بطاطس ثم بيموتوا في البطاطس بيخلصوا عليه يلا نشوف الحاجة اللي احنا هنجبها وبعد كده الله كريم بص عاوز اقول لك على حاجة في البلد دي المهم ان انا جبت اهو عصير وجبت الدقيق وروقت على نفسي بحاجة كده واحنا ماشيين هقولكو عليه المهم الموعيد هنا الساعة تمانية بتقفل لو دخل عميل الساعة تمانية اللي دقيقة محدش يقدر يقول له احنا خلاص شطبنا لا اول ما تدق الساعة تمانية خلاص كده مفيش حد يخش لكن اللي برا يبقى لهم قصد اللي جوه اللي ايه يبقى لهم لحد ما يخلصوا اخر فرد في السوبر ماركت دي السوبر ماركت بتاع كل المانيا تفاهم ده نظام اه ماشي على الجميع يلا بينا يلا بينا هحط بس الحاجات دي في الشنطة وهنكمل لحد البيت اديكم بتسلوني صباح الفن يلا نعدي نحط تانية وانا بعدي هوريكم رواقت على نفسي بشكالاتاية فيه في البيت والله بس انا طلبت معايا النوع ده المهم في البلد دي فيه نظام وفيه اه سيستم الجميع ماشي عليه المكان ده زي ما قلتلك بيقفل الساعة تمانية ما يقدرش يقول للواحد تمانية اللي دقيقة ما تخشش فاهمت؟ بس لازم يخلصوا الناس اللي موجودين جوه السوبر ماركت وبعد كده يقفلوا بس ادي القصة طيب انا اشتريت اه زيزة عصير واحدة واشتريت الدقيق الدقيق اصلا احنا محتاجينه لما جينا ننقل يا جماعة كان فيه اه كيس فيه نص اه نصه تقريبا فالله يبركلهم رمو فالمهم لازم الدقيق لان انا بكرة ان شاء الله بازن الله عاوز اكل اكل ايه بقى؟ ارنبيت او الله العظيم طلبة معايا ارنبيت وايه عندنا الارنبيت ومسلوق ومش عارف ايه النهاردة بس سبعا مش هينفع نقل النهاردة بالليل الدنيا خلاص خليها بكرة بامر الله في الرواقان كده يتعمل لنا طبق ارنبيت وابقى فرقكم عليه بامر الله القصد المكان اللي انا موجود فيه مكان ضريف في كل حاجة اه الحمد لله بعيد عن صاحب المدينة والهدوء الحلو والناس محترمة يمكن انا في فيديو سابق اه نسيت احكيلكم ان الناس هنا بشوشة جدا والناس دايما بتتحكلك فلما بسأل الناس صحابي فبيقولولي يا خالد كل ما تتعامل مع الناس اللي هما الالمان اللي عايشين بعيد عن الصنطر المدينة هتتاح جدا الناس اللي عايشة في صنطر المدينة دماغهم شغل ومصلحتي ومش عارف ايه وحاك كده لكن الناس هنا لا الناس هنا رايقة بس ده مش معناه ان انت تعمل حاجة غلط خلي بالك من الموضوع دون اهم حاجة ما تعملش حاجة غلط داخل هذا البلد خلينا نمشي لحد ما ييجي النور وربنا يسر الحال المهم انا بحاول ان انا يعني اضبط الكلام معاكم عشان انتم تبقوا معايا خطوة بخطوة معلش انا بحكي لكم دايما على المكان اللي انا موجود فيه لان انا مكملتش لسه شهر في هذا المكان تقريبا شهر فيعني بنتدول معا بعدينا وانتم بتحبول الخير وانا عارف ان انتم بتحبول الخير وانا دايما بحب لكم الخير ممكن امشي من هنا ونعدي ان حتى نبصوا المكان عامل ازاي هاد ازاي وجميل ازاي يعني تصور دلوقت الساعة ماكملتش تمانية لان انا خرجت من البيت كانت سبعة وخمسة حاجة كده يعني المهم نزلت واقعت اتلاكع برضو طولت المشوار يعني انا لو مشيت من الجنب اللي هو كده استنى مما جالكو في النور لو انا مشيت من اللي هو الشارع التاني دون هاخش على السوبر ماركت بالزبط بياخد تلات دقايق دقاتين ما بياخدش اكتر من كده يعني حتى لو خد خمس دقايق ما فيش مشكلة هو اللي بيعطرني وبيطول الموضوع وانت تقول ايه ده انت بقى لك كتير ماشي لا عشان انا باقف وقد اتكلم معاكم ماشي بالراحة غير لما بكون لوحدي لوحدي مش هتشوفني لان انا ممشي بسرعة فالقصد ان احنا يعني بنحاول ان احنا نستكشف بس انا خلاص كده وصلت البيت اهو بس يا شباب اه اقول لكم ايه والله يعني بدعلكم وبتمنى لكم ان انتو ربنا يكرمكم لو انت متغرب في اي غربة ربنا يكرمك وتفتاح وحياتك تستقرك وكل ما حياتك بتستقر نفسيتك بتهدى والدنيا بتختلف معاك طول ما انت مفيش استقرار مفيش ثبات على الارض بتلاقي نفسك تعبان وحياتك مش مظبوطة وعاد تفكر وبعدين تفكيرك بيبقى عشوائي بتقعد تختار حاجات كتيرة وممكن تاخد قرارات غلط فلا انت يا حبيبي القلب اول ما تستقر حاول تأجل بقى قبل ما تستقر قراراتك كلها عشان بنسبة تمانين في المية هتاخد قرارات غلط وقرارات ما صار ايه على فكه فانت اهدى كده واخد قراراتك الصح في الوقت اللي نسبك عشان حياتك مش عشان حياة حد غيرك فانت حبيبي انا وصلت الحمد لله اه خلي فيديوهاتنا تبقى ظريفة كده ونقول على الفيديو ده ايه بقى انتو سموه اه كيس الدقيق او زاص العصير والشقالطايا ولا تقولوا علي ايه ايه ايش عارف المهم ليلتكم سعيدة وصباحكم جميل وايامكم كلها سعادة وحب وخير ورزق وحاجات كويسة كتير يا رب وربنا يزيوكم وطعامكم من افضل اه ايه من طعم الجنة خلاص كل سنة ونطيبين ورمضان كريم وربنا يعينكم على الصيام وتقول لي ضروري عندك الرمضان امتى وهتفتر الساعة كام احنا هنا اه ستة واثنشر دي انا لسه بص على الامسكية النهاردة فكان مكتوب فيها ستة واثناشر ستة ونص مش مش والله ما خدت بالي لان لسه احنا فاضل يوم يوم تاني اه ويجي رمضان كل سنة ونطيبين ورمضان كريم حبيب السلام عليكم